سيل بتقول إن ابنها عشر شهور ونص وبتقول إن هو بيرضع صناعي وبيسحف للخلف وميرجع مرشو دير مش فارق عايزة تقول إمتى يعني يبتدي إن هو يسحف طبيعي وكان فيه برضو معلومة درجة قوي إنه اللي يسنن مش هيمشي دلوقتي واللي هيمشي بدري هيسنن متأخر فهل ده صحيح؟ فبعض بتصدف في النسبة كبيرة من الأطفال إنما في النهاية عمر ست شهور يبتدي أصلع سنتين من تحت وأبتدي أقعد أصله بضهري عمر تسعة شهور أبتدي أقدر أقف أصله برجلي إنما ممشيش وقف بمساعدة الآخرين أنا عايزة بقى حضرتك دلوقتي تقول للأمهات كتير من الأجيال اتدمرت وحصلها تقوص في رجليها بالسبب إن أنا بحاول أمسك إدي الطفل وفضل مقفاة ولسه رجليه من طريق قبل تسعة شهور ممنوع طبعا والتغذية بقى نكمل بقى من تسعة شهور حضرتك جميل في عمر 8 شهور باجي الأول وجبة اللي هي كانت صفارة البيضة بقدر أدخل في الوقت ده البقول ممكن أخليها يوم صفارة البيضة ممكن يوم شوية عدس ممكن يوم شوية فول ولكن عندنا نعرف إن إحنا لازم البقول يدمج معها حبوب فممكن أجيب الفول بأشره وهارسه كويس ومع حتى من لبابة العيش وهارسه كويس جداً وبالنسبة لذكور الولادة العادي ما فيش مشكلة في الفول إذا كان ما عندوش ففزم هنيم يا فول بالضبط الصح إن أنا أعمل تحليل اللي هو بتاع الهرمونيس جي سيكس اللي هو يبين إن كان فيه ففزم ولا لا ما عنديش مقدرة أدي فولة ورائب تاني مرة فولتين ورائب بالتدريج كده واحدة واحدة التحليل ده في كام شهر؟ لا المفروض إنه يتعامل على طول ما هيتعرف على طول أه على طول هيتعرف أه هيتعرف في الشهر الثامن بدخل البقول واللحوم اللي لونها أبيض ولذلك باجي في اللحوم اللونها أبيض في الوجبة نمرة ثلاثة اللي كانت في ست شهور شربة خدار الشهر السابع ضفت كبدة فرقة الشهر الثامن بيضيف نسيلة فرقة تتضرف الخلاق كويس جداً وتصفى وحط بقى ممكن أنا بتدخل الحجوب ممكن عليها معلقتين رز معلقة ملوخية زغنونة كده ونتبتاخد للطفل وارد مفيش مشكلة ولكن بدل السكر يعني ليه لا والسكر لا ليه عايز أقول مش فرقة كتير الفكهة أنا مش عايز أدخل ألياف بالبزور بتاعتها وكذا إذا دخلت فكهة لازم تبقى زي الخشاف بس أي غزاء عالي التسكير هيبوز لي استطعم الطفل هيعتاد على الطعم الحالي أنا بقى هشيل الطين بعد كده طب وعليه؟ لو يقول مثلا يعني لحس البابي حاجات الفكهة كده يدوب يدوب مفيش مشكلة بس تبقى زي معمولة خشافة عشان تبقى خفيفة عليها باجي للشهر التاسع ببتدي أدخل اللفاضل اللحوم الحمرة أنا دخلت اللحوم البيضة في الشهر التامن بادخل اللحوم الحمرة وبيض البيضة مفيش سمك في الموضوع؟ مفيش مشكلة مع اللحوم البيضة الفراخ أو أسماك مع شربة الخضار باجي في الشهر التاسع بادخل اللحوم الحمرة وبدخل بيض البيضة يعني بقدر أدي البيضة كاملة على بعض بالبيضة والبيضة في كتير أوه الموهات تقول لي ابني ما بيحبش البيض مفيش كده هو صفرت البيضة بتلزق في ساقف الحلق بقى طرف هاي كزي ما تكون بترد عليهم نور الحياة مزبوط تخلي الطفل يرجع ولذلك أفضل صورة للبيض إنه بتعمل للطفل البيض الشاكشوكة أبو بيت بطماطن يستوي كويس قوي هيبقى ليكويد أو سيني ليكويد وفت فيها حتة من العيش وهارسها كويس قوي تبقى صايصة على الآخر شعرة ملح وديها للطفل طب بتشكوى من النور برضو الحياة بتقول ما بيأكلش البيض ولا زبادي ولا فكهة طيب هل أما بيأكل بيت عبق ده لأ دي بنتها عندها سانة ايه خلاص يعني خلاصت محلة الرضاعة بسمحيلي ما احترام شاهد ليها بس هي اللي مش عارفة تأكلها اه ايه الغلطة اللي بنغلطها بقى اه نمره واحد الطفل اللازم يكون جعان عشان يقبل مني الأكل ولازم ما يحسش ان انا بشدد عليه في الأكل لان اما انا شدد هو هيعند ونمره واحد لازم يكون جعان الامة اللي مسكت طبق بتجري ورابنها ولا بنتها ده غلط منفعش منفعش اللي بقى الصح الصح ان انا زي ما قولنا اربع وجبات في موعيد ثبتة بين كل وجبة والتانية خمس ساعات في الأثناء الخمس ساعات ما فيش حاجة تخش بقى الطفل إلا الميا خالص لو خد لبانة شغل بعض